السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ابراهيم بعد ان رزقه الله تعالى الولد بعد ان شاخ ورق عضمه اعطاه ربنا هذا الولد فلما شب اسماعيل هذا الولد وصار احب الخلق الى قلبه امره الله عز وجل بان يدبحه رأى رؤية في المنام ما هي هذه الرؤية انه عليه ان يقوم بدبح ابنه وغريب ان الرؤى المنامية هل هي وحي ام لا رؤية الانبياء هي وحي لان الانبياء ليس للسيطان عليهم سبيل في التخيل الانبياء قلبهم صفية وفي الحديث ان معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلبنا لهذا ربنا قد يوحي للنبي وهو نائم وتكون هذه الرؤية وحيا لكن غير النبي لا يسمى وحي لان هناك بعض الصلحاء وبعض الداكرين قد يرى رؤى في المنام ويظن بانها من الوحي قد تكون تخليطا من الشيطان او تكون مجرد حديث نفس او خيال ولكن لا يأخذ منها قطعا حكم شرعي اما رؤية الانبياء فانها وحينا السماء ماذا رأى ابراهيم الخليل في الليلة الاولى رأى في المنام انه يؤمر بدبح ابنه فقال ربما هذه مجرد رؤية منامية استغفر ربه واناب ونسيها في اليوم الموالي رأى نفس الرؤية يا ابراهيم قم فاذبح ابنك وجاءت بلاجة شديدة لكنه مع دلي قال ربما تكرت هذه الرؤية استغفر ربه واناب في اليوم التالت جاءت الرؤية قوية فعلم انها وحي من السماء فتقدم الى ابنه وقال يا بني لاحظوا بان ابراهيم الخليل سيخاطب ابنه بكلام فيه كثير من الرقة يا بني هكذا للتصغير هي بني تصغير لابن لم يقل له يا ابني يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك استعمل كلمة اني ارى للمضارع اني ارى في المنام اني اذبحك الان ماذا عليك ان تفعل فانظر ماذا ترى يقال بان هذا درس في الديمقراطية سينا ابراهيم لم ترسى التنفيذ وانما جعل الرأي اليه قال هذا ما وقع لي مع ربي وانت لك كامل الصلاحية وكامل الخيار والنظر اليك انظر ماذا ترى تفاجأ ابراهيم الخليل ان الابن لم ينزعج كان المفروض ان يقول هذا الابن هل تضحك علي هل تسخر مني لكن الابن بكل تقى قال يا ابتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر سبحان الله احكام الشريعة كلها مبنية على هذه الكلمة افعل ما تؤمر اذا امرك الله بامر افعل عليك ان تطبق امر الله تعالى دون تردد وهكذا حال الانبياء جميعا والديانات في كل الديانة هناك صلحاء وهناك نخبة من الاهل الايمان يطبقون هذا المبدأ افعل ما تؤمر فالحواريون الاوائل الذين كانوا مع عيسى عليه السلام كلهم يطبقون هذا الامر افعل ما تؤمر والصلحاء الذين كانوا مع موسى عليه السلام كلهم هكذا وفي كل زمن ومكان فتعجب ابراهيم الخليل من قوة ايمان هذا الولد ولكن لما ذهب ابراهيم الخليل مع ابنه لكي ينفذ وكان هذا الامر في البقاع المقدسة في مكة المكرمة هذه الاحداث وقعت في مكة لان ابراهيم كان يقطن بالعراق وتزوج زوجتين تزوج بسارة وذهب بها الى فلسطين وتزوج بهاجر وذهب بها مع ابنها اسماعيل الى مكة بينما ابراهيم يسير في الطريق جاءه ابليس وقال يا ابراهيم ان هذه مجرد رؤية منامية لك ان تكفر عنها وهذا ابنك وفلدة كبدك وبدأ يقول له كلام ويوسوس نحن كل واحد منا انته ابليسه كل فرد منا له ابليسه ابليسك ممكن ان يضعف كلما اديت الصلاة في وقتها كلما ذكرت ربك كلما كنت متوضئا كلما كنت بعيد عن المحرمات ابليسك صار ضعيف لا يستطيع ان يؤثر فيك لكن اذا كنت تارك للصلاة او كنت خفيف الصلاة وكنت سريع الوقوع في الشهوات والمحرمات فان ابليسك يتقوى عليك ويفعل بك ما يشاء لهذا نلاحظ ان هناك اناس كثيرين في زماننا هذا متعبين وناس متعبون ليس بسبب الفقر وليس بسبب الحياة الصعبة وانما لان ابليسه قوي عليه فيعدبه في نفسه بعد ذلك ذهب الشيطان الى ام اسماعيل وهي هاجر هذه المرأة المسكينة التي ربنا اكرمها بالولد وقد حبلت به في بطنها تسعة اشهر وارضعته من تديها سنتين وسنين وهي تعتني به بالرعاية والعناية والان تراه يدبح امام عينها هل تقبل ام هل تقبل ام هذا الوضع طبعا لا لكن في لحظة علمت انه ابليس ورمته فخانس ابليس بعد ذلك جاء ابليس عند اسماعيل وقال له يا اسماعيل سوف تحرم من الحياة وبدأ يوسوس له لكنه علم انه الشيطان ورماه ففر ابليس وعلم انه لا سبيل على اهل ابراهيم من ثم صار يسمى اهل ابراهيم اللهم صلي على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم لقد انتصروا على ابليس من انتصر على ابليس صار من اهل الله اذا انتصرت على ابليسك عندك خصام مع العائلاء عندك صراع مع الجيران عندك مخالفات في العمل مع زملائك وابليسك يطلب منك التمرد ويطلب منك الاذية ولكنك انت قلت اخنس ايها الشيطان وتسمحت وعفوت وصبرت ومدت يدك الى الاصلاح انتصرت على ابليسك انذاك تأخذ المقام العلي هذا ما وقع لآل ابراهيم فلما اراد ان يذبحه وقد وصل الى المذبح اراد اسماعيل ان يخفف على ابيه ويرشده الى اقرب السبل الى قصده قال يا ابتي اذا اردت ان تذبحني اشدد وثاقي واحكم رباطي حتى لا اضطرب فجاء بحبل وقال لابد ان تربطني يا والدي لان الاسكين سيكون قوي واضطرب اشدد وثاقي واحكم رباطي حتى لا اضطرب ثم ازال ثيابه ازال قميصه فقال يا ابتي لا اريدها ان تبقى فوقي حتى لا تنتضح بالدم فيجري عليها الدم فتراه امي فيشتد حزنها وتفيد دموعها ان قميص الان فيه عرقي اعطيه لامي كلما اشتاقت الي تشم رائحتي قال يا ابتي هذه شفرتك هذا السكين اشحد الشفرة واذا دبحتني اسرع امرارها على حلقي ليكون اهون علي فان الموت شديد ووقعه اليم ثم قال يا ابتي قبل ان تنفذ اقرأ على امي السلام وذكرها بانني في انتظارها عند ربي وقال هذا قميصي اعطيه لها تتنسم فيه اريجا عرقي يا ابتي كل في هذا الامر واسلم وجهه لكي يبدأ بالدبح لكن لما نفذ ابراهيم هذا الامر قال لابنه يا اسماعيل نعم العون انت يا بني اعنتني على امر الله ثم ضمه الى صدره واخذ يقبله ويشتم رائحته وتباكي وانتحب قال يا ابتي علينا ان نتعاون على تنفيذ امر الله يا ابتي لا تتردد افعل ما تؤمر هذا امر الله نتعاون عليه انت عليك بالدبح وانا علي بالصبر وهكذا بدأ ابراهيم الخليل يريد ان يدبح ابنه لكن ابراهيم لما اوتقه وامسك بالسكين اخذ ينظر الصوب نظره ويحضق فيه وهنا جاءت العيون على العيون عيني ابراهيم على عيني اسماعيل وبدأ الحزن الشديد العيون تدرف دموعا ابراهيم يتألم لفقد ابنه وانه سوف يكون بيده واسماعيل يتألم لانه سوف يفارق الحياة ويحرم من رؤية والديه ولكن مع ذلك كان اسماعيل اقوى قال يا ابتي افعل ما تؤمر فرأى بانه اذا دبحوا من حلقه العين على العين قال يا ابتي الافضل انك تجعلني على ناصيتي فتقلب اسماعيل على ظهره ونام على بطنه وذكر نحره من الاسفل فامر بان يمر بسكين على فوق عنقه لكن كما قال الله عز وجل فلما اسلم وتله للجبين اي تل ابراهيم اسماعيل على جبينه ليتضجعه فيدبحه وانكب على وجهه لان لا ينظر وقت الدبحة الى وجهه الله تعالى الرحمن الله تعالى الرحيم ماذا فعل؟ سلب من السكين خاصية القطع السكين لها خاصية القطع بمن؟ من الذي اعطاه خاصية القطع؟ الله فربنا عز وجل سلب من خاصية القطع الماء في خاصية الري من اعطاه هذه الخاصية؟ الله النار لا خاصية الحرق من اعطاه هذه الخاصية؟ الله ليس الطبيعة فالله تعالى الذي اعطاه ويمكن ان يسلب فكما سلب من نار النمرود حرارتها وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كذلك هنا ربنا سوف يسلب من السكين خاصية القطع ربنا ينظر إليه وقد نجح نجح إبراهيم في المهمة حتى إن الله تعالى كان يباهي بإبراهيم الملائكة في السماء يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبد المؤمن لقد أمرته بأمر شاق على نفسه ومع ذلك قدم أمري على عاطفته انظروا فكان ربنا يباهي بإبراهيم الخليل الملائكة في السماء ولهذا جاء في الحديث المؤمن يبتل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة حتى يلقى الله ما عليه لنه بعد ذلك ربنا جاء بهذا الكبش وجعله قربانا لفك رقبة إسماعيل ومن تم الله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليل الله عز وجل سوف يبشر إبراهيم ويعطيه لقب ما هو الجزاء الذي أخذه إبراهيم الجزاء هو أنه صار خليل الله بمعنى أن الله اصطفاه استفاءا خاصا طبعا ربنا يحب إبراهيم كما يحب سائر المؤمنين لكن فرق كبير بين المحبة الله يحب التوابين الله يحب الصابرين الله يحب المتقين الله يحب المؤمنين ولكن من هو الخليل هل كل واحد من هؤلاء يكون خليل الله أبدا الخليل لا مشارك لأحد في مكنته أما الحب فيعم الجميع ربنا يحب المؤمنين والصادقين والصابرين والمتقين والتوابين والمحسنين كلهم يحبهم لكن الخليل يكون لواحد فقط فربنا اختار إبراهيم خليل واتخذ الله إبراهيم خليل الخلة لا مشارك فيها فهذا هو التكريم الذي أخذه إبراهيم لما نجح في الاختبار أما سيدنا إسماعيل ماذا أعطاه الله تعالى جعله نبي إسماعيل وابقي يافع غلام ربنا سيعطيه النبوة من الآن وصار نبي وصار من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا محمد النبي ينتمي إلى إسماعيل من سلالة إسماعيل فالأنبياء الذين خرجوا من إبراهيم صاروا إلى فلسطين وصاروا يسمون أنبياء بني إسرائيل خرجوا من إسحاق أما إسماعيل الذي كان في مكة المكرمة هو أبو العرب خرج منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نستفيد أيها الأحباب الكرام من هذه الواقعة أنه ربنا يجزي من أسلم لأمره كل من أسلم أمره إلى الله فوض أمرك إلى الله سلم أمرك إلى الله نحن جميعا تفاجئنا الحياة بين الفين والأخرى بأمور كبيرة تعترضنا مشاكل وصعوبات هي مجرد اختبارات ربنا أخبرنا بأن وراء كل بلاء نعمة وأن كل محنة تحمل في ثناياها منحة وأن كل ظلمة تدخل في حياتنا سينبتق بعدها نور وأمان يحيط بنا فالمطلوب أن العبد المؤمن عليه أن لا يتجر ولا يقلق ولا يحزن ولا يضعف ولا ينكسر وإنما عليه أن يستسلم تماما إلى خالقه ومولاه ويفوض أمره إليه ويوكله في تدبير شؤونه ويقف بين يديه وقفة العبد الضعيف المستسلم الذليل المنكسر قف بين يدي مولاك راضيا بقضائه مستسلما لحكمه هذا ما علمه القرآن لسيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا كان يقول في دعائه اللهم أسلمت نفسي إليك وفوتت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك هكذا ربنا أمرنا أن نفوض الأمر إليه وأن نتوكل عليه كل واحد منا ستأتيه مصاعب قطعا لن تكون مثل ابتلا إبراهيم لن يؤمر بأحدنا بدبح ابنه لأنه لن يستطيع ولكن عندنا ظروف صعبة قد نمر بها ماذا علينا أن نفعل؟ نتوكل على الله ونفوض الأمر إليه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة دائما المؤمن إذا أصابتك شدائد شدائد لا تسرع مباشرة عند الأطباء وعند الرقات وعند الأضرحة وتتوسل المخلوقات إياك أخلو بنفسك مع الله وقل وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا الله تعالى يقيك دليل أواضح على أن التوكل الصادق لله وتفويد الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء ولكي نصل إلى هذه المرحلة من التسليم لله تعالى لابد أيها الأحباب أن نطهر قلوبنا من الأدران والدنوب لابد أن لا نتعلق بأي مخلوق سوى الله وحده لا شريك له ولا نتعلق بغيره من البشر لابد أن تكون قلوبنا عامرة بحب الله مستسلمة لله خاضعة لله لابد أن تكون جباهنا ساجدة وقلوبنا راضية بقضائه وقدره عندها سوف ترون العجائب فعندما يغلق الله من دونك بابا تطلبه فلا تنجعز ولا تعترض فربما الخير في غلقه لكن ثق دوما أن بابا آخر سيفتح لك ينسيك هم الأول وقتها ستدرك معنى قول الله تعالى يدبر الأمر وإذا ابتلك الله تعالى بشيء ثم نجحت اشتباك واستفاك وصرت من أهل الله من منا يكرى أن يكون من أهل الله من منا لا يريد أن يكون من المقربين إلى الله استعد كلما تعرضت ببلاء اسبر استسلم فوض أمرك وحينما تنجح سوف تكون من المشتبين الأخيار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة